انت اخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل وانت اخت الفاضلة نعم الاخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة ان كنت تصلينا بالليل وانا فلا ايها الدعاة الى الله ايها العلماء ليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين الليل انس المحبين وروضة المشتفين وخدم لله عبادة مراعوة الظلامة بالنهار كما يراع الروح ويحنون الى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها حتى اذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا الى الله اقدامهم وافترشوا على الارض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا احسانه وانعامه فوالله ان اول ما يعطيهم ربهم ان يقذف من نوره في قلوبه ولذا اقوله بملء فمي من زعمه انه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل فليعلم انه احد الكذابين لا كلام شديد اول كلام شديد متعودناش منك الله جديد يا مولانا لا هذا هو الحق هذا هو الصف جبت الكلام دمين انه كلام سيد الصالحين انه كلام سيد المؤمنين انه كلام سيد المرسلين انه كلام عن الاثم ومطردة اللباء عن الجسد لا 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 اسمع اسمع الم تا تاني اسمع الكلام الغالي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه داءب الصالحين قبلكم إذن هذه علامة الصالحين هذه سيمة الصالحين قيام الليل قيام الليل أين أنت يا من ضيعت الليل كله أمام الأفلام والمسلسلات والمباريات أين أنت يا من ضيعت الليل كله بالتنقل أمام الشاشات والفضائيات ولم تركعي لرب الأرض والسماوات ركعات ولم تفتحي كتاب الله جل وعلا بل ولا حتى كتابا من كتب أهل العلم كما كان أفعل الإمام مالك رحمه الله يقيم الليل بالفريضة أي بطلب العلم فإذا كان وقت السحر قام فصل ما شاء الله له أن نصلي فأجمع بين قيام الليل بالفرض والنفل معا هذا فهم آتاه الله عز وجل الإمام وذلك فضل الله وتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هيا عاهد ربك الآن أيها الصالح عاهدي ربك الآن أيها الصالحة على قيام الليل ساعة قبل الفجر بساعة أضبط ساعة الوقت أضبط المنبه قبل الفجر بساعة أو على الأقل إن لم تستطع أن تقيم ساعة قبل الفجر فأقم هذه الساعة بعد العشاء مباشرة ينفع يا مولانا ويبقى قيام ليل أيوة ينفع ويبقى قيام ليل أيوة حتى لو ما نمتش ولا دليلة وأعي ما أقول بإذن الله عندما يقول بخلاف ذلك يبدأ بفضل الله قيامك للليل بعد انتهاءك من صلاة العشاء مباشرة أما إن كنت تسألني عن الأفضل عن الأفضل فلا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن أفضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله ليقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فأفضل أوقات القيامي الثلث الأخير لكن إن لم تستطع أن تقيم الليل في آخره في الثلث الأخير فقف ساعة لله جل وعلا في أول الليل قبل أن تنام قم بينادى الليل ساعة وارفع كفة ضرعة إليه فما أحوجنا إلى هذه السهام التي لا تتوقف أبدا أقصد سهام الليل أقصد الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الليلة أول الليل وكان عمر بن الخطاب يؤخر القيامة لآخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أخذت بالحيطة وقال لعمر أخذت بالعزم أو بالعزيمة وأقر النبي الرجلين الجليلين الكريمين أقر الصديق على قيامه في أول الليل وأقر عمر على قيامه في آخر الليل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم وأعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدن فنؤذكر نفسي وإخواني من العلماء والدعاء بأنه يجب أن يكون لنا وقت بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقوى